أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية لا سيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن كذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدن يضم رئيسي الشركتي وهوان للهندسة الصينية وباليسترا الإيطالية العملتين في مجال الأسمية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدن يضم رئيسي شركتي وهوان للهندسة الصينية وباليسترا الإيطالية العملتين في مجال الأسمدة وكبار المسؤولين بالشركتين وذلك بحضور الفريق أحمد الشزلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عمي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ولواء الدكتور إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيمويات الوسيطة والمهندس وليد لطفي رئيس مجلس إدارة شركة بيترو جيت صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استرادة تعاون الجاري مع الشراكة الأجنبية العريقة المتمثلة في الشركتين الصينية والإيطالية للبدء الفوري في إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة الذي يأتي استكمالا لنجاح إنشاء وتشغيل المجمعين الصناعيين للأسمدة الفوسفاتية والمركبة والأسمدة الأزوتية بالعين السخنة ذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتعاون الجاري مع الشركتين في ضوء علاقات الصادقة المتميزة لمصر مع كل من الصين وإيطاليا موجها بمعصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي أوضح السيد الرئيس أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية لا سيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن وشدد السيد الرئيس كذلك على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر لا سيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتجغلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم